اهلا بحضراتكم في هذه التغطية بالرغم من المشاهد المروعة التي فطرت قلوب العالم أجمع جراء زلزال تركيا وسوريا إلا أنه كان هناك العديد من المشاهد المؤثرة أيضا كان أبرز هذه المشاهد لكلبة أنقذت صاحبتها من الموت في ولاية هاتاي التركية بعد مكثهما لمدة 103 ساعة تحت الأنقار كانت الكلبة السبب في إنقاذ صاحبتها التي مكثت تحت الأنقار لمدة 103 ساعة عندما نبحت الكلبة وسمعها رجال فريق الإنقاذ ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الأنقاد ويجدوا الكلبة وصاحبتها ويقوموا بإنقاذهم من الموت كانت السيدة البلغة من العمر 35 عام عالقة تحت الركام لمدة 103 ساعة ولم يكن رجال الإنقاذ يعلمون أنه ما زال هناك أحياء عالقون تحت الأنقاد ولكنهم كانوا يطلقون نداءات بحثا عن النجين عند سماع الكلبة لهذه النداءات بدأت في النباح بالفعل استطاعت فراق الإنقاذ من إخراج السيدة حية من تحت الأنقاد بفضل كلبتها فينوس بعد إخراجها من تحت الركام نقلت السيدة واسمها ديجو إلى المستشفى على الفور تم أيضا الاعتناء بالكلبة وتقديم الإسعافات الأولية لها أما في سوريا كان هناك العديد من المشاهد المؤثرة أيضا يروي رجل سوري يدعى ناصر الوكاع أنه حافظ على سلامة أسرته خلال سنوات الحرب والقصف والغراط حتى هدم الزلزال منزلهم يوم الاثنين الماضي في جيندريس بشمال غرب سوريا مما أدى إلى مصرع زوجته ومعظم أبنائه وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج اثنين من أبنائه من تحت أنقاذ المنزل خلال الليل وأظهرت لقطات مصورة لطفلين مصابين بكدمات كما نجى طفلا آخر لكن زوجته وخمسة من أبنائه على الأقل لاقوا حتفهم في مشهد مؤثر يفطر القلوب جلس الرجل وسط الأنقاذ والكتل الخرصانية ينعي زوجته وبقيت أبنائه محتضنا ملابس أحد المتوفين وبدأ يتمتم بأسماء أبنائه ذكورا وإناثا دون أن يذكر عددهم بالتحديد في حالة من اليأس والارتباك قائلا ارتج البيت نحن متعودين متعودين ضرب الطيارة متعودين ضرب الساروخ ينزل عليك برميل نحن متعودين عليه لكن زلزال يعني هذا أمر الله بعد وقوع هذا الزلزال طلب الرجل السوري المساعدة لإنفاذ أبنائه وعلم أن والديه فيصل ومحسن قد لقيا حتفهما عثر على جثتي الإبنة الكبرى هبا وأختها الصغرى إسراء حيث توفيت هبا وفي حجرها شقيقتها الصغرى متوفية أيضا عثر على جثة شقيقة أخرى هي سميحة بالقرب منهما حمل نصر الوكاع معه قصاصة من الورق كتبتها ابنته الكبرى هبا بخط يدها في دفتر عثر عليه مدفونا تحت الأنقذ حيث كتبت اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك فاحفظه لي أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا أبو فيصل وذلك كنية لأبيها وفي وقت لاحق وقف نصر الوقاع في ظهول أثناء دفن أحد أبناءه في مقبرة جماعية تضم الكثير من جثث ضحايا هذه الكارثة حيث أودى الزلزال بحياة أكثر من 21 ألف معظمهم في تركيا وبينهم أكثر من 3000 في سوريا يعني مواقف صعبة ومشاهد تفطر القلوب نأمل أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن يحفظ الله الأشقاء في سوريا وتركيا ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم ترجمة نانسي قنقر